أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بتمديد التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة بعد نحو خمسة أيام من قرار إيقاف التعامل بها وإلغائها وحسب مركز الإعلام الأمنية التابع لوزارة الداخلية قضى التعميم بتمديد التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة ستة أشهر وأن هذا التعميم جاء بينان على توجيهات وزير الداخلية لتحت الفرصة للمواطنين لاستخراج البطاقة الشخصية الإلكترونية الذكية وشدد التعميم الموجه لمحافظة المحافظات ووكلة وزارة الداخلية وإدارات الشرطة في مناطق نفوذ الحكومة بمتابعة مستوى التنفيذ فيما يخص اعتماد البطاقة الشخصية الذكية والتعامل بها في كافة التعاملات ترجمة نانسي قنقر